رزيق عدناني تشيرين في هذا الكتاب المغرب الكبير تأثير الإسلام على التطور الاجتماعي والسياسي إلى اعتماد الإسلام كدين للدولة هل كان ذلك عملاً أساسياً برأيك في فشل بناء الدولة الحديثة القائمة على قيم الديمقراطية والحريات الفردية؟ وأعتقد أن السبب الأول في التراجع عن منجزات النهضة هو وضع الدين الإسلامي كدين للدولة في الدستير الأولى ومنذ ذلك الحين والدين يعتبر الإسلام دين الدولة نراه يعود دائماً في دستير هذه الدول لأن الدين هي مسألة عقائدية تخص الأفراد ولا تخص الدولة وفي جميع الدول الإسلامية الأفراد ليسوا كلهم مسلمون هي في الحقيقة نقول أنها الدول الإسلامية لأن أغلبية الأفراد مسلمين ولكنهم ليسوا كلهم مسلمون والدولة الحديثة هي الدولة التي هي دولة الجميع المسلم وغير المسلم وذلك لما تقول الدولة أنها تنتمي إلى الدين الإسلامي أو أن دينها الإسلامي هي منطقيا تستثني منهم ليسوا مسلمين وبالتالي هذا أول فشل لقيام الدولة الحديثة الدولة يجب أن تكون دولة جميع الأفراد وبالتالي يجب أن تكون فوق جميع الديانات الدول الإسلامية والدول المغاربية والدول العربية لها مشاكلها ويجب أن نحللها أيضا ويجب أن نتوقف عن فكرة أن كل ما حاولنا أن نحلل أو ننتقد أو نقول أين تكون المشكلة وكيف يجب حلها يعني يقال لنا أن هذا تحليل غربي وأن نكون متأثيرون بالغرب ليس لسنا متأثيرين بالغرب ولكننا متأثيرين بما يحدث في الجانب الاجتماعي والسياسي لهذه الدول وما يخص السلوك الفردي والجماعي لماذا هذا السلوك يجد صعوبة في أن يبلغ مرحلة النضج التي أدعو إليها النضج الإنساني أول نضج إنساني هو أن يعترف الإنسان بالمساواة بين الأفراد وخاصة بين المرأة والرجل لا يمكن أن نقبل هذه المساواة إلا إذا بلغنا هذا النوع من النضج وكذلك احترام الحريات الفردية هي أيضا دليل على وجود نضج إنساني إذن كلما حدث تراجع بالنسبة لهذا النضج حدث تراجع بالنسبة للاعتراف بهذه القيم واحترامها موسيقى موسيقى شكرا